في سفر الأمثال سفر الأمثال إصحاح تلاتين في نبوة كتير كتير مهمة في آية أربعة من صعد إلى السماوات ونزل من جمع الريح في حفنتيه من صر المياه في ثوب من ثبت جميع أطراف الأرض ما اسمه وما اسم ابنه إن أعرف وطبعا هاي بتم مع الآية قبلوا الإبن لألا يغضب في المزمور الثاني وطبعا هذا شيء متعارف عنه في العهد القديم ما اسمه واسم ابنه يعني من اسم من هو جوهره طبيعته من خلق الكون لاحظ بالكلام هقرأ أيوب بتشوف كم من هذه الأسئلة عن الكون الإبن الوحيد المتميز الفريد واحد من نوع هو في حضن الآب هو خبر هذا الاسم أخفي عن يعقوب عندما سأل عن اسم الرب وعن منوح عندما سأل عن اسم الرب ما اسمه اسمه عجيب يدعى اسمه عجيب وهنا يا حبائي بتشوف التتم قال يسوع لنقديمس هو فهمان العهد القديم بالكامل فهمانه كان بيحكي معني قديمس اسمع ما قال وليس أحد صاعد إلى السموات إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان بيحكي معني قديمس ابن الإنسان الذي هو في السماء فهو وحده يسكن السماء دائما قبل تجسده ولكن برضو عندما تجسد أحبائي قال قد نزلت من السماء أنا من فوق أنتم من أسفل بتشوف آيات كتير في إنجيل يحنى ما اسمه واسم ابنه من يستطيع أن يعرف بالتمام مثل هذا الكائن العظيم الفائق فائق للإدراق بيتكلم عن شديد الغموض بس معتز بالقوة كلي الوجود هو الرب يهوى واسم ابنه يسوع يهوى يخلص نرى عظمة الله المعلنة في الطبيعة والذي يمتلك القدرة الفائقة لأن الإسم عظمت إسمك فوق جميع كلمتك كل الخلائق من أجل هذا أحباء اليهود لا يذكروا الإسم بقولوا بعزرات هشيم أو بروخ هشيم مبارك إسم الرب أو بمساعدة الرب ما بيذكروا الإسم يهوى فدايما بيذكروا الإسم والإسم شيء مهم جدا بالنسبة لليهود وإحنا أدركنا من هذا الإسم يتكلم عن يسوع المسيح له كل المجد الذي يمتلك القدرة الذي له السيطرة على قوة الريح يعني يجمع الريح بحفنتيه واحتواء على المياه سواء في السحاب أو السحب أو حتى في أعماق المحيد يريد تقرأ أيوب 38 39 اقرأ كل الأسئلة اللي وجهت من الرب لأيوب عن فهم الله وخليقته اشتركوا في القناة